لا تزال الراية عالية ولا تزال الخطوات العسكرية ثابتة على أرض أوكرانية تعبر شهرها السادسة من الحرب هكذا يحاول فولودومير زيلينسكي أن يظهر مع رجاله في ذكر استقلال بلاده عن الوصاية السوفيتية 31 عاما من الاستقلال ونصف عام من حرب عرفنا لها أولا ولم يظهر آخرها بعد يقول زيلينسكي أن تضحيات شعبه لا يمكن أن تنتهي بغير النصر فوق ميدان الحرية لا يمكن أن يكون هناك علم لأولئك الذين لا يعرفون ما هي الحرية مع نهاية الحرب سيكون هناك علم واحد أزرق وأصفر هذا المشهد الحماسي في كييف يخفي وراءه حصيلة مثقلة تفاصيلها مقتل نحو 9000 جندي أوكراني منذ بداية الهجوم بحسب تصريح أخير للقائد العام للجيش الأوكراني نزوح ثلث سكان أوكرانيا بالتعداد 41 مليون نسمة وما يقارب السبعة ملايين لاجئ في أنحاء أوروبا وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية كما فقدت البلاد مساحات شاسعة من ساحلها وتحولت بعض مدونها إلى أراضي قاحلة بسبب القصف الروسي بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية للبلاد هذه الحرب غيرت وجه أوكرانيا بشكل كامل مع تكبد اقتصادها خسائر فادحة من ملامحها تدمير مصنعي أزوفستال وإلييتش في ماريو بول ومصنع أزوت للكيميائيات في السيفردونيتسك نهيك عن تعطيل توريد أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية خسائر كبيرة حاولت الدول الغربية معالجتها بمساعدات عسكرية ومالية وإنسانية قدرها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا بقيمة 80 مليار يورو كل هذا وأكثر ولا تزال الحرب دائرة متغيراتها كثيرة لكن الثابت فيها دمار شامل شكرا